الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وروي حديث من الصحابة الكرام روي حديث اليوم صحابي جليل وابن صحابي جليل من قبيلة كريش من مكة المكرمة أسلم قبل أبيه وهجر إلى المدينة منورة كان آية في الزهد والعبادة وكان له دور كبير في تسجيل الأحاديث النبوية الشريفة إنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في بداية الدعوة الإسلامية نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تدوين الأحاديث الشريفة خشية الخلط بين الكرآن والسنة وبعد أن استكرت الدعوة الإسلامية أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بتدوين الأحاديث وحفظها وكان لعبد الله بن عمر بن العاص نصيب كبير في ذلك قال عنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب اسمحوا لي أقدم لكم اثنين من العلماء الأجلاء الأول دكتور أحمد زويل رحمة الله عليه الحاصل على جائزة نوبل والتاني مستر توماس أديسون اللي ليه العديد من الاكتشافات المهمة زي الطيار الكهربائي والاختراعات المهمة زي المصباح الكهربائي والفونوغراف وأدوات التصوير السينمائي وغيرها طبعا أجهزة توماس أديسون موجودة في كل بيت السؤال المهم دلوقتي بعد وفاتهم هل تعبهم ليه ثمرة حيحصلوا عليها بعد ما ماتوا ولا خلاص انتهى الموضوع عندي كده هنشوف بالوقتي علشان نقدر نجاوب على السؤال ده اسمحوا لي هنرجع لكام نقطة قلناهم قبل كده الشرك نوعين الشرك الأكبر والشرك الأصغر الشرك الأكبر تلات أنواع الشرك في الرجوبية الشرك في أسماء الله وصفاته والشرك في الألوهية أما الشرك الأصغر زي الرياء القسم بغير الله وأي نوع شرك ذكر في القرآن والسنة بخلاف التلات أنواع اللي في الشرك الأكبر الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه أبدا إلا إذا تاب قبل موته توبة صحيحة فيتوب الله عليه الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب توبة صحيحة فيتوب الله عليه وإذا لم يتوب تؤتى بالحسنات والسيئات فإذا رجحت الحسنات دخل إلى جنات النعيم برحمة الله سبحانه وتعالى وإذا رجحت السيئات دخل إلى النار حتى يستتاب ثم يخرج من النار ويدخل إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر يحبط جميع العمال الشرك الأصغر يحبط فقط العمل المصاحب للشرك الأصغر ولا يحبط جميع العمال الشرك الأكبر صاحبه مخلط في النار الشرك الأصغر صاحبه غير مخلط في النار وبكده نقدر نحكم ونشوف مصير كل من الدكتور أحمد زويل ومستر توماس أديسون دي أمثلة للشرك سواء شرك أكبر أو أصغر يريد كلنا نشارك في هذا النشاط والآن مع حديث اليوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره معه خطيئة ومن مات وهو يشرك به لم ينفعه معه حسنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود هنا إن من ثمرات التوحيد إن صاحبه لا يخلت في النار ومن ثمرات الشرك إن صاحبه يخلت في النار مهما أوتي من حسنات جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة يريد كلنا نشارك الفيديو علشان تعم الفائدة ولو نعمل مشاركة للصفحة على اليوتيوب ولو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقي قرارب تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته